أستاذ عمر ما هي كلمتك الأخيرة لكل من يشاهدون الآن كلمة الأخيرة يا أخي الفاضل أن يكون هناك التفاؤل والنظر إلى الأمام الشعر يقول أعلّل النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيشة لو لا فسحة الأملي فالنظر إلى الأمام التفاؤل بالخير تعلم اللغة استغلال الفترة أنا أقولها حتى إلى الأخوة والأخوات الذين يقدموا لجوء وقد لا يحالفوا ملحظ في البقاء حتى لو أنت بقيت سنتين أو ثلاث سنوات في هذه البلاد استغلوا هذه الفرصة لتعلم لغة لتعلم نمط حياة جديد لتعلم أشياء جديدة قد إن اضطررت أن ترجع إلى بلدك السابق رجعت بلغة جديدة ضمن الانتظار فتستطيع في هذه الفترة أن تبني مشروع هناك أن تشتغل ربما في السياحة ربما تشتغل في شركات ألمانية أو نمساوية هناك لا يوجد شيء في الحياة يضيئ الذي يضيع الفرصة هذه الوقت كالسيفي لم تقطعه تعلم من نصف في دمان فكلمة الأخيرة المثابرة النظر إلى الأمام محاولة فهم الحضارة محاولة فهم تفكير الناس وبعدين علينا أن نترك موضوع الأبيض أو الأسود الحياة ليس أبيضة أو أسود هناك دائما أمور تتشابه في أشياء يسموها في العلماني شاتيرون أو في تقليم قد يكون فيها إيجابيات قد يكون فيها سلبيات فعلينا أن نتعلم من هذه المسألة وياريت نترك موضوع الطائفية موضوع الأقصاء وأكبر داء أكبر داء فعلا عندنا ياريتنا واستطعنا فعلا أن نعبر هذه المشكلة ومحاولة النظر إلى الأمام ومحاولة النظر وراء الكواليس المسألة ليست دائما وفيه شغلة مهمة جدا يا جماعة نترك مسألة أنه نحن الضحية دائما عندنا فكر نحن الضحية تكالبت علينا الأمم وأصبحوا جميعا ماعدهم شغل وعمل فقط لتدميرنا هذا طبعا وفيه مسألة مهمة جدا أحب فلن أركز عليها لأنه يقع فيها كثير من الأخوة والأخوات النمسا وألمانيا بالذات لهم تاريخ أسود في موضوع النازية وفي موضوع تعاملهم مع الجالية اليهودية حصلت محارق حصلت معاسي حصل ظلم كبير فهذه الدول لها مقوماتها ولها نوع من الحياة أنه تكون جدا أسلوبك في التعامل مع هذه المسألة مسألة عداء السامية مهم جدا نحن للأسف كثير مننا يأتي بخطابه العربي بخطابه من بلادنا العربية والإسلامية يستعمل في عنده الطريقة النمطية هذه فعلا ضروري أن نتعلمها وأن نتركها المسألة بالذات في هذه البلاد لهم حضارة ولهم تاريخ أسود عليهم أن يعتنوا به فعلينا أن نتعلم هذه الأمور هذا أيضا نصيحة أحب أن أقولها للأخوة لأنه في الفيسبوك الناس لم يأخذ راحتها في صور وفي أشياء وهذه في الأخير تضرنا جدا لأن الآن أوروبا ماضيها أسود في عداء السامية الآن هناك من يحاول من النازيين أن يقول نحن الحمد لله خلصنا خطر مشمل عندنا الخطر من المسلمين ويحاولون أن يزرعون فكرة أن هناك عداء سامي إسلامي موجود فعلينا فعلا ننتبه وهذا لا يمتل إلى حضارتنا ولا إلى ثقافتنا ولا إلى فهمنا الإسلامي بأي صلة علينا أن فعلا ننترك هذه الأمور ونكون حذرين في طريقة صياغة كلامنا بوستاتنا الصور التي ننشرها في هذه البلاد على فكرة جالي اليهودية وجالي المسلمين كانت دائما تقف جنبا على جنب لما حاولوا يمنعوا الحجاب وقفوا معنا لما حاولوا يمنعوا المساجد جالي يهودية وقفت مع المسلمين في موضوع الذبح في موضوع الختان للأولاد الصراحة لو لا تلاحونا ووقوفنا في هذا الموضوع لخسرنا الكثير فعلينا أن ننتبه وأن تكون العلاقة علاقة صداقة علاقة إنسانية بالترمانة